السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي وصفات وأفكار باهية مرحبا بكم في القناة إذا كنت أول مرة تشوفوا القناة ديالي شاركوا في القناة وضغطوا على الزل جرس باش يصلكم كل جديد وحصري فضلا وليس أمرا وشكرا على المشاهدة وتشجيعات اللي يحفظكم اليوم غدي نشارك معكم هاد الفطائر كي يجي وقتنيا وكي يجي ورطبين بزاف وبحشوة رائعة أكيد غدي عجبوكم غدي تجربوهم غدي تحمقوا عليهم المدق ديالهم رائع كي يجي وغدي تجربوهم إن شاء الله وغدي يعجبوكم وغدي يقولوا معتمدا عندكم شو سبك الله كيفاش دايرين وراء مرتبين بزاف ومقتنين من الداخل يعجبو الكبار ويعجبو الصغار بسم الله على بركة الله غدي ندوزوا دبا باش نحضروا العجينة إن شاء الله ديالنا هي الأولى أنا عندي هنا كيلو لارب ديال فورس ديال فورس رطب فورس ناعم أبيض وعندي هنا كسد الماء مهم دائما الكيمية ديالما كتبقى على حساب العجينة وعندي جوج معلقة الزبدة هادوك حتى الآخر وعندي معلقة نستمع القادية الساندة ونستمع القادية الملحة سوف يكون كسد الحليب الحليب غيد فيه الحليب غيد فيه وما تسخنوش سوف يكون كبو على هذا الخالد ديالي ويكون خلط مزيال العجينة ديالنا حتى تتخلط سوف يكون بقى نضيف الماء هادو العجينة هادي خليوها خفيفة شوية وخد بقى تلتسق لكم في اليدين خليوها خفيفة راكتجيزوينة باش كجيكم لكيك أرطبه وكجيزوينة باش كجيكم سوف يكون نخويل مغيب شوية بشوية أنا داك الكاس ما اكملتوش سوف يكون بقى نخلط مزيان 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 بقى تلتقى من يشرب مواما تومشتو كسد الحليب وكسد المات قريبا ما مرش سوف يكون بعد ما اجمعت ديك العجينة ديالي مزيان جمعتها سوف يكون ضافيها جوج معلقة لذيال الزبدة سوف ندخل زبدة وتدخلها نجمعها و نجمعها لناخذها المجهود تباك الله تدخلها في زبدة سوف تجمعها العجنة العشنى نارة تظهرها خفيفة سوف نقوم بإدخل زوينة و السر الرطوبة هو الحليب نضيفها مهمة طريقة رائزوية سوف نغطيها بذيك الغطاية وضيفو على شي منيدي وضيفوه في القرفة درجة الحرارة سوف نضيفو الحشوة ديانا انا عندي هنا دوك جوج فلفلات حومر قطعتهم مربعات وعندي جوج بصيلات شلطهم تومغي هكا طويلين شوية سوف يضيفو عليهم التومة ونضيفوه الملحة ونضيفوه رشيشة الزيت ونضيفوه حتي تشحروا ان شاء الله ونضيفوه مكوينة اخرين والتوابيل انا مبعد ما تشحروا لذيك البصيلة وذيك فلفلة سوف نضيفوه فلفلة الوان ونضيفوها تيارا كجيزوينة بالنسبة للحشوة سوف نضيفوه صدر الدجاج ولا مهم كيف يبقى لكم الاختيار سوف نضيفت شوية الفزار وضيفت القليل من الحار وشوية الكامون والتحميرة او البابريكا سوف نضيف شوية ديال خرقوم سوف نضيفوه الزيتون ومهم كتضيفوه المكوينة هادو وعندي هنا المعدنشت وطريقة المعدنشت اللي بس صوتوه معاكم يجي سهل في الصراحة كي سهل علينا الامر اللي قصبر ولا معدنوس ولا كرافز كتكونوا مشغولين كتبغوا يتصابوه شي حشوة وليش يشارموه ديال الحوت ولا دم وين كتلقاهوه جاهز كي يجيكم سهل سوف نضيفوه المعدنوس وزيتون ديالنا سوف نضيفوه كفيته قد 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 نشحروا كفيته ديالنا مكتخلش وحد الوقت سوف يضغية ضغية راني شحرتها انا ممكن باش نطول عليكم الفيديو ورسال كتبه فوق النار وشحروها اضغية ضغية سوف نضيفوه حد المعلقة كبيرة سوف نضيفوه بيديها لان لتطلق اطلقوا حد المضاق وماذا نضيفوه حدث سوف يجيزوه سوف يكونوا المتزرين اصابوه بيضاء كامل سوف نضيفوه خمرات كيف ما يبال لكم شتوز باك الله را كتوليها اصلا كتولي مدلوكة بوحدثة باك الله هاي كتغطيوها العجينة ديالكم كتزيتت لك ولو بغيتو تديرو بلاستيكا دهنا بزويتو تديرو بلاستيكا كتولي عدم مدلوكا مهم انا كتفيس باقاكك صافي كتدهنو يدكم هكا بشويه دستيس ولا شويه للماء صافي كتبقوا تديرو دك القريسات ديالكم فطائر ديروهم صغير ورين ولا ديروهم كبارين مهم شكلو الحجم اللي كيعجبكم تومها مهم انا كنتم زروبة مشغولة صافي درتم هكاك متبسطين مكبارين شما صغاريش مهم معتادلين متبسطين صافي كنبقى نكور العجينة ديالي وكنضف شوية ديال الدقيق وش ما كتلتسقليش غي شوية شوية ديال الدقيق ما كتدخلش فيه دقيق مزيان صافي قبش ما كتلتسقلكمش وصافي بغيتو تدهنو اللطا ديالكم بشوي تزيد دهنوها ولا ديلو لها بابي كويسو يكون مزيان صافي وكن نخليهم هكا في هادا كنبقى نضغط عليهم بيدديهم بعد مدرشن في اللطا اللي غديتدخل الفرن كامين صوبتهم صافي كان بقى نضغط عليهم هكا بيددي مهم بغيتو تخليهم مغي هكا كمكورين البنات وتعامرهم بالحشوة ديروهم بحل خبيزات راهم كيجو زوين انهات الفطائ مهمتو مشكلهم كيف ما بغيتو انا صافي درت لهم هكا كنقرسهم زيان هكا بيددي خليو يعجينا ترتاح شوية وقرسهم دك الساعة صافي مهم تبعوا معي على فيديو راها شارح نفسه بنفسه مهم طريقة ولكن اكيد تصدقوني والله هتجربوهم غادي بوليو يعجبوكم الزاف صافي انا اجتغل الكويس هادا بقيتك نضغط عليهم حتك يعطوني دك دك الحجم الداخل هكا غاق شوية فاجن دير الحشوة ديالي باش كيجي زوين مهم عندكم شيئين اضغطوه بيه في اختراء انا مهم در صغير الكويس هادا باش كنقاد دك ديك العجينة ديالي باش كتعطيني اتشكيل هادا مهم راها سهلة اضغية اضغية لبنات راها محتاجوا ليش بزاف ديال وقت راني اضغية حضرتهم صافي وكند هنم بالبيت انا دست بيتها كاملة صافي باش كيجيون نزوينين وكيجيون محمرين دفسم معا شوية الخل بتاوى الخل كيعتنا دك لها شاشة في العجينة ديالنا بيتو اضيفو الحليب ضيفوه مهم كيبقى لكم الاختيار صافي كند هنم ك كاملين اندهنهم بالبيت وارجع معاكم انا مبعد ما دهنتهم كاملين بالبيت دبا غادي نعمرهم بدك الحشوة صدقوني را كي يجيوا رائعين بزاف جربوهم ان شاء الله اه ودخلوا القناة را عندي بزاف ديالوصفات ساهلين وسريعين في التحضير اكيد غادي يعجبوكم غادي يعجبو البنات اللي اول مرة كيدخلوا للمطبخ غادي يلقوا وصفات اللي غادي تفيدكم وغادي جيكم ساهلة وسريعة بالنسبة للبنات اللي كيكونوا كيقراء ولا الامة هات العاملة ترى عندي بزاف الوصفات من القناة ديالي اللي غادي يعجبوكم ويجوكم سراعين وغادي وليوا معتمدين عندكم ان شاء الله انا كان بغي نشارك معاكم الطريقة ديالي وكنسهلكم طريقة في الخدمة كان بغي نوصلكم لمعلومات كيف ما كان خدم انا كان بغيكم تفهموني وتفهموا الفيديوهات ديالي وكنشكركم بزاف على التعريق اللي كتخليوا لي اياك يزيدوا يحفزوني وكنزيد نعدكم مزيد من الوصفات ديالي عندي بزاف الوصفات غير شجعوني على القناة وبرتاجوا القناة بش زيد تكبر القناة ونعدكم ان شاء الله وصفات كتارين وصفات وافكار وحيال وبزاف ديال الاشياء ان شاء الله غادي نشاركها معاكم غيتبعوني على القناة وفعلوا زر الجرس بش يوصلكم ان شاء الله كل جديد وحصري سافي انا بعدما دردك الجوب ندردك موزاري اللي عليهم الفوق كاملة سافي كنكون شاء الله الفران سخون مو يمكن نقصوله غي شوية بحالي كنطيبو الخبيز ديالنا مو يمكن نقصوله شوية على الخبيز سافي بكر ردهم يطيبون بعدما يطيبوا رجع معاكم سافي انا الفطائر ديالي بعدما طابوا راس تقوني كيجيو مذهبين ودك الجوب نسباك لا كيش يدايب عليهم الفوق واهم شيء كيجيرو بزف 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 غدي يعجبوكم ويعجبو ليداتكم ان شاء الله حضرهم القوتي ولا الفطور رمضان ان شاء الله راهم كيجيو زوينين بزف في الايام العادية في رمضان ولا مغير رمضان هات الفطائر هادو را ممكن نحضرهم انا كيعجبوني يا كامعة كويستاتي صدقوني ولا عاصير ولا مو يمكن تفضلون تمارا كيجيو زوينين بزف وبصحة والراحة ويعجبوكم وصفاتي ما تبخلوش عليا باللايكات كيلي كيتفرج بالفيديو وكينسا ما كيديرش اللايك ديروا اللايكات البنات وبرتاجي والقناة وبصحة والراحة الى فيديو جديد ووصفة جديدة